الدعاء هذا سلاح المؤمن تفريج كربات قضاء حاجات تيسير مطالب تغيير أحوال شفاء مريض نصرة مظلوم رحمة ميت معافاة مبتلى فك ضيقة رزق بعد عسر إنجاح مقصود جلب نعمة دفع نقمة إعانة على طاعة تحقيق أمنية والله الدعاء هذا مزرعة مزرعة كنز منجم ورمضان من أعظم المواسم نحن صائمون وقريبون من الله إذا أطعناه كما أمرنا فهو يستجيب لنا كما وعدنا ورمضان تفتح فيه أبواب الرحمة تغلق فيه أبواب الجحيم تتنزل فيه أبواب الرحمات تتنزل فيه الكرماء تتنزل فيه البركات والرحمات ولذلك يعني الدعاء في الصيام الدعاء في الصيام غنيمة الدعاء في الصيام فرصة فرصة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بشكره وعبادته أعقب ذلك بذكر وهو الخبير بأحوالهم بذكر الدعاء وأنه يعطي عليه وبعدين يعني الدعاء في رمضان شوفوا يا أخوة مثلا القنوت دعاء في صلاة التراويح وتتجه القلوب إلى ربها وتلح بالدعاء وترفع أكف الضراعة للذي يعلم السر وأخفى اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وبعدين الآن في التراويح في كثرة سجود والعبد قريب من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكفروا الدعاء ثم الآن يعني الناس مستيقظين في الليل أول الليل وسط الليل وآخر الليل جو في الليل أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر اللي هو يبدأ من الثلث الأخير فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن رواه التنويذي وحديث صحيح وليش السحور هذا من فوائده أنك أنت تكون في وقت السحر هذا وقت النزول الإلهي ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له رواه المخارج المسلم ثم بما أننا صائمون إن لله عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة رواه أحمد حديث صحيح ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم رواه الترميني حديث صحيح بشواهده ثم تأتين لليلة القدر أي ليلة وليلة عظيمة للدعاء إن علمت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ولذلك يا إخواني الآن يعني الإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء يعني بأسمائه الحسنة وصفاته أتوسل بها إليه أو أقبل بها عليه واستفتح بها ثناء عليه وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وأقر بذنبك واعترف بخطيئتك وتضرع واخشع وكرر وألح وأرغب وأرهب وأعزم وفي كل الأحوال ولا يعني الغرض الجميل بالدعاء وكذلك استثمر أوقات الإجابة يعني نحن الآن قبل المغرب اليوم جمعة اتخيل يعني أنت صايم وقبل المغرب يوم الجمعة وقد اقترب إفطارك إنها الغنيمة والله نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عننا سيئاتنا إنه عفو غفور